بسرعة الخير أهلا بحضراتكم كلام في السياسة نجحت الجهود المصرية في وقف التصعيد بقطاع غزة نجحت في وقف جولة جديدة من العنف والتصعيد بعد جهد مضني يعني ويمكن وإحنا بنتكلم دلوقتي ما زالت الجهود المصرية على الأرض وزي ما تابعنا من شوية الخبر العاجل والاتصال الهاتفي اللي جمع ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل واللي خلاله أكد السيد الرئيس على أهمية الهدنة الراهنة ووقف إطلاق النار وتثبيت ووقف إطلاق النار الجهد المصري زي ما كلنا تابعنا جلسة مجلس الأمن من شوية ومن قبلها ردود الأفعال الدولية لقى طبعاً لقى الجهد المصري ترحيب دولي وعربي واسع وده بيأكد دور مصر المحوري في استقرار المنطقة كلها أزمة غزة المرادة تزمنت مع أيام عصيبة للغاية بيمر بيها العالم كله تطورات متسارعة في أكتر من ملف ملف تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة الكونجرس الأمريكي نانسي بلوسي تلاتة اللي فات غير التواعد الصيني بالرد وكل ده وفيه تطورات خاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية ودخلت منحة آخر وما بقاش حد قادر يتوقع نهاية لهذه الأزمة في كل هذا السياق المضطرب نقدر نقول إن القاهرة بتمتلك رؤيتها وسبق هذه الأزمات بخطوة دون أي مبالغة والهدف الرئيسي هو الأمن والسلم الدولي وفي الأصل هو استقرار المنطقة واستقرار مصر مصر قدرت بالفعل في أسبوع مضطرب إنها تضع صياق حاكم لمختلف أسرعات ترجمة نانسي قنقر